لما نيجي نقول إن ممكن كمان نلاقي أطفال أكثر عرضة للإصابة من أطفال أخرى برغم من عدم موجود مساببات زي اللي حالك بتقولها يعني ما فيش مثلا فطريات أو أميبة أو أي إن كان الحاجات اللي زي كده ده بيأثر على نموهم وده بيأثر على زي ما حالك كنت بتقول فيه سن الناس ما بتطولش فيه الولاد ما بيعرضوش فيه ده بيبقى فارق قوي مع الأطفال مع وجود كمان الحملة أو المبادرة الرئاسية لخياس التقاصل الحملة دي حاجة طبعا يعني أدت دور مهم جدا لأن في بعض الأنيميات ومنتشرة في بلدنا بقى في مصر وخصوصا في الصعيد إلى حد ما في مدن الصعيد والمدن الريفية الأنيميات الوراثية زي أنيميا البحر المتوسط دي المنتشرها في مصر بشكل أكبر والأنيميا المنجلية أقل منها شوية دي عبارة عن أمراض وراثية خلال وراسي في التصنيع الهموغلوبين هو الطفل مولود كده عنده خلال وراسي في تصنيع مادة الهموغلوبين لو كاكوا الجوه كرده من الحمراء ولها درجات بدرجاتها المتوسطة أو البسيطة بيتولد الطفل وهم اللي هموغلوبين الليفل بتاعه ما بيعديه سبع ما بيعديه تمانية والأم مش ياخد بالها والقب ليس يأخذ بالهم عند سن البلوغ أو قبل سن البلوغ يلغوا جميع أمارات النمو عند هذا الطفل المتأخرة الطفل ده كل زميله أو كل أقرانه ليس وهم عندهم سنة ده ليس وهم عنده سنتين كل أقرانه وسنينه وهم عندهم ست شهور ده السنينه بدأت تطلع وهو عنده سنتين الطول والوزن بتاعهم بيبقى أقل من الرفرنس رينج بالنسبة لعمره بالنسبة لسنه فلما الأم تلاحظ حاجة زي كده سأعتقد ده بيحصل لما الأهالي بتروح الوحدة الصحية باختلاف المستويات الاجتماعية للحصول على التطعيم في منحنايات نمو المسؤولين بيشوفوها وبيتكتب ريبورت على كل شهادة التطعيم بيحصل لغاية سن سنة سنة تيم بالكتير وبعد كده الأمهات ما بتبقاش مهتمة أنها تتبع منحنايات النمو تقيس العلامات الصحية دي لكن بيتلاحظها بقى من الطفل نفسه أن الطفل رفيع عن بقية زميله الأطفال دول ممكن يعانوا جدا أنهم هيوصلوا لمرحلة بذات سن البلوغ هلاقي كل زميله بلغوا بلغ شكلهم يتغير وهو لسه شكله طفل وسط رفيع فده بتبقى حتى فيها ناحية نفسية قوية جدا دكتور أنا عايزة قطعك معلش أنا أسفح هاراك بتقول بيبقى السن شكله أرفع الأنيميا مرتبطة بالوزن ولا مرتبطة بجودة الأكل ما هو ممكن يكون لا احنا بنتكلم في نقطة ووزنه مليان بولاكن يكون أنامك لأنه سيحتوش أنا بتكلم على النموه يعني هو لسه شكله صغنن شكله طفل بينما زميله وتلال وشنابه وسط وتخن وبقى كبير وبدأ جسمه يفرد ويتطول ويعرض كفر على مرحلة لسه شكله طفل وسطه حتى طفل رفيع فالحاجات دي لو اهتمينا بيها بزيات في الحاملة الرئاسية دي الناس اللي عندها أنيميات البحر المتوسط في الصعيد ومش عارفين ولكن ده عندهم زواج الأقارب لحد ما منتشر شوية فنسب يعني بتلاقي عائلات كاملة فيها المرض هم مش عارفين لما بنكتشف ده بدري بنوجه له العلاج نحافظ على نسبة مجلوبين معينة للطفل ده بحيث ينمو وأمارات النمو وعلمات النمو بتاعته تحصل بشكل متقارب لأقرانه فالطفل حتى ينشأ نفسيا ما عندهش مشكلة من الناحية دي وده طبعا فيه جزء منه بقى بالتغذية فيه جزء بالعلاج فيه جزء بالتوجيه للعلاج النفسي كمان للطفل نقول له أنت ما عندكش حاجة وهتكبر وهتبقى كويس لكن لو تسعب على سن 12-13 سنة ساعتها هتبقى فيه مشكلة هيبقى صعب ان احنا نعوض ده بعد كترة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر